الدهب يهبط بأكتر من 110 دولار تصحيح بنسبة 4.5% هل هو تغير بالاتجاه؟ شو أهم المناطق القادمة اللي لازم ركز عليها؟ بفضل من الله تم اقتناص فرصة البيع من 2390 هذا هو المنشور يلي نزلته على قناة الفوريكس العامة قناة استثمر عقلة فوريكس رح تلاقي الرابط بالوصف ورح تلاقيه بأول تعليق الحمد لله أخدنا منطقة بيع من مناطق 2390 لل2385 بصفقة ربح جدا كبيرة إذا حارت تدخل مجموعة توصيات بشكل مجاني تماما كل يلي عليك أنك تنضم عن طريق رابطي حالتنا منصة اكسنس وتحط عند إنشاء الحساب رمز الشريك هو عبدو عبدو وهيك أنت رح تدخل مجموعة توصيات بشكل مجاني تماما شو المتوقع بالنسبة للدهب؟ كل هذا رح نشاركه بالفيديو إذا مهتم بالتداول سواء كريبتو أو فوريكس أتمنى منك أنك تضغط اشتراك تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد دعونا نتقل للتفاصيل الدهب أصدقاء بعد فقداننا الدعم على فريم الساعة المنطقة المحورية المنطقة الفاصلة بين الإيجابي وبين السلبية على الدهب مناطق 2354 الأقفال أسفلك كان إشارة جدا سلبية ظهر عنا change of character فريم الساعة تغير بالاتجاه بفقداننا لها المنطقة كسرناها بزخم لها المنطقة وتم الهبوط لأسفل مناطق الدعم اليومية وين ممكن نبحث عن صفقات شراء؟ صفقات الشراء يلي ممكن نبحث عنه في حال صار عملية إعادة اختبار لمنطقة الدعم منطقة الدعم يلي رح تبدأ من مناطق 2294 إلى مناطق 2288 بهالمنطقة هاي ممكن البحث عن صفقات شراء لكن ركز يا صديقي الستوبلوز رح يكون 2284 باستهداف المنطقة الأولى هي 2318 طبعا مع العلم مع ضرب الهدف الأول ممكن ترفع الستوبلوز لدخولك تسحب جزء من الأرباح وممكن الهدف الثاني يستمر في حال شفنا كسر لها المنطقة هاي ممكن الهدف الثاني يستمر لمناطق 2354 إذا منطقة الدخول يلي رح ممكن إدخل فيها صفقة شراء مع ستوبلوز عند إعادة اختبار لها المنطقة هاي في حال صار إعادة اختبار ممكن استغلها بصفقة صعود أما مناطق البيع في حال أكمل الدهب من الآن الصعود ركز كيف رح يتعامل الدهب مع المنطقة المحورية المنطقة الفاصلة بين الإيجابية والسلبية مناطق 2354 أي أقفال عليها بشمعة ساعة ممكن ننتظر فرصة بيع عند مناطق 2390 الإيجابية وعمل قمة جديدة رح يكون مرتبط حصرا بالأقفال على مناطق 2400 أقفال على مناطق 2400 شمعة ساعة كفيل بحفلة صعود جديدة بالنسبة للدهب غير هيك أصدقاء عنا تغير بالاتجاه أي صعود ممكن نكون فرصة بيعية مع وجود إشارات كافية مناطق البيع الأولى في حال شفنا رفض منها هي مناطق 2354 مناطق الشراء يلي حددتها هي مناطق 2295 وستوب لوزنا رح يكون أقفال أسفل مناطق 2284 في حال صار إعادة اختبار لهالمنطقة هاي ممكن نتوقع الارتداد ورح تكون صفقة سكالبينج جيدة رابط منصة اكسنس بالوصف ورابط قناة الفوركس العامة أيضا بالوصف الذهب على فريم اليوم عم نختبر لحنا منطقة مهمة منطقة 0.5 في بوناتشي في حال فقدناها للأسف 0.61 رح يكون عند مناطق 2255 إذا مناطق 2288 لازم ما نفقدها مشان هيك حطينا الستوبلوز أسفله حطينا الستوبلوز 2284 لأي صفقة سكالبينج رح تكون بها المنطقة هاي والهدف هو المنطقة البيعية اللي رح تمتد من 2254 كسرة يعني التوجه للمنطقة البيعية التانية اللي يمكن تبدأ من 2390 هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله